التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الشركة الصينية العاملة للهندسة المعمرية ساسك يرافقه كبار مسؤول الشركة وذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى الصين وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي استعرض تطور ذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة بما وفر فرصا كبيرة للمتثمين الأجانب لضخ المزيد من الإثثمارات في مصر وأشار الرئيس السيسي إلى حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر بما يعود بالفائدة على البلدين ويضيف أرصدت العلاقات الثنائية بين مصر والصين وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين وكذا مقترحات التعاون الجديدة حيث ثمن رئيس سيسكي تطور الهائل الذي شهده قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال